معاكم على الهواء كل بداية حلقة بذكر فائدة من فوائد الأعشاب لكن السنف ده ذكركم بشيء جدا رائع جدا معروف وجدا مشهور في الوطن العربي خير الله سبحانه تعالى على الأرض اللي هي الخبازة الخبازة من أسماءها الخباز أو البقولة لكن معروفة بالعراق بالخباز معروفة بالشرق الأوسط أو آسف معروفة في المملكة الأردنية الهاشمية والكثير من دول الخليج وجمهورية مصر العربية وسوريا وفلسطين بالخبازة إذن خلينا على الخبازة المعروفة بالوطن العربي وعرفوها الآن إخواننا بالعراق اللي هي الخباز أو الخباز فوائد عديدة بتكافح الكثير من الأمراض والله هذه النعمة اللي موجودة في فصل الربيع اللي يستفيدوا منها وكانوا يستفيدوا منها أجدادنا كانوا يستفيدوا من النبات من الأوراق والجذور والبذور إلها بذور فوائد عظيمة لأبداننا إذن ذكرها إبن سينة وذكرها داود الأنطاكي وأطباء العرب وأخصائيي الطب البديل في العالم الفوائد العظيمة لأبداننا كانوا يستخدموها إنها مهدئة للسعال مفيدة جدا لتليين الصدر شوفوا هالفوائد العظيمة للخباز اللي هي الخبازة الآن موسمها وموجودة لصحتنا ولأبداننا أهم شيء إنه هي مكنسة للسموم من البدن سبحان اللي خلقها سبحان اللي إحنا ما نزرع الخبازة لكن شوفوا الطبيعة الآن جبالنا وسهولنا مليئة بالخبازة إذن الفوائد العظيمة لأبداننا إذن حتى بتخلصنا من خشونة الصدر اللي تحسوا دايما نفسه وتعب حتى للأطفال حتى طبيقها يا إخوان مع زيت الزيتون مع البصل مع الثوم تعبوا وتطبخوها فبالتالي فوائدها عظيمة لكن إحنا نحكي على النبات الأوراق إذا بإمكاننا أنه ناخذها ونغليها ونشرب ماءها أو حتى ناكل الأوراق بناخذ الفوائد العظيمة بإذن الله سبحانه وتعالى تعد الخبازة مفيدة جدا لالتهاب المريء من الحنجرة لرأس المعدة أي مشكلة فيه فطريات وبتقاوم الالتهابات إذن حتى من خصائصها إنها جدا رائعة لإدرار البول للي عندهم الاحتباس فبالتالي من فوائدها إنها مدرة للبول أيضا مطهرة للمثانة اللي عندهم الالتهابات والتهابات المسالك البولية واللي عندهم البروستاتا وعندهم تنقيط وعندهم سلس البول هذولا أجدادنا اللي كانوا يستفيدوا منها النعم سهولنا واجبالنا بالوطن العربي بلاد الخير إحنا بلاد العرب إحنا بلاد الخير في النعم والفوائد العظيمة اللي موجودة في هذا الفصل إذن نستفيد من خصائصها لاحتباس البول مشاكل المثانة إذن حتى مدرة للنساء للحليب المرضعة بتتناول الخبازة الفوائد العظيمة لبدنها بسائر بدنها وأيضا مدرة من مدرات الحليب الطبيعية وبتقوي جهاز المناعة يا سلام قوي جهاز المناعة ما ظل عندنا أمراض اليوم مناعة أولادنا ما في مناعة شبس وشوكولاتة وأكل من السوق ما عندهم مناعة مثل الأكل الطبيعي ما بالكم في هذه النبت الطبيعية اللي هي الخباز ومن أسماءها الخبازة وأيضا البقولة فبالتالي بيستفيد منها النعم بإذن الله سبحانه وتعالى التهاب اللوستين كانوا أجدادنا يعالجوه في ماء الخبازة ويمضغوا الخبازة مضغ ويبلعوا الماء ويستفيدوا منها لالتهابات الفم والحلق والتهاب اللوستين هذه مجربات أجدادنا حتى تقرحات الفم سبحان الله سبحان الله فصل الربيع إيش بيعطينا إيش بيعطينا من الخير إيش بيعطينا من الخيرات إذن حتى التهاب الشعب والقصبات الهوائية كانوا يستخدموا نعم ما كانوا يتركوها هذه النبتة لكن الآن يبيعونا يا ربطات وضمم موجودة في الأسواق اللي بيعوا الفجر وبيعوا البصل وبيعوا النعناع فبالتالي نعم موجودة عندهم الخباز اللي ما بحب يتناولها يقطبها من الربيع جبانا كنا مشهورين فيها في الوطن العربي إذن حتى قروح الشرج وحتى البواسير مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى لو خلطنا ماء مع النشا وضعناها على البواسير والقروح فبالتالي نستفيد من خصائصها العظيمة وكانوا يستفيدوا منها زمان تعرفوا زمان كان عندهم الجرب فكانوا يغتسلوا بماءها بعصارتها أو يغلوها بالماء الساخن ويشطفوا أو يدلكوا المنطقة المصابة فبالتالي هي بتساعد على التهام الحروق والجروح وأيضا بتخلصنا من الحبوب شفتوا الطبيعة إيش بتعطينا شفتوا هذه النبتة الطبيعية اللي هي مش خلطة أنا ما أعطيكم خلطة برامجي ولا أحب الخلطات ولا أبيع الخلطات أنا أعطيكم الخصائص والفوائد اللي خلقها إن الله سبحانه وتعالى زمان لا كان صيدلية ولا كان مختبر ولا كان دكتور أخ الصائف فكانت الناس عايشة على الطبيعة عايشة على الخبازة على القراس على هالنعمة اللي تكون موجودة ويستفيدوا منها بإذن الله سبحانه وتعالى كانوا يوسفوها للي عندهم اليرقان الإصفرار وإصفرار العيون لشحوب الوجه شفناها النعم شفناها الفوائد العظيمة أيضا بتقلل من ارتفاع ضغط الدم تناولها تناول شيء طبيعي معروف بإذن الله سبحانه وتعالى إذن حب الشباب إذن الدمامل إذن القروح بتخلصنا منها اللي هي ماءها أو كمادها أو منقوحة أو نغليها وناخذ عصارتها فبالتالي بنستفيد بإذن الله سبحانه وتعالى إذن هي مقوية من مقويات الدم لأنه فيها من الحديد وفيها من البيتامينات الطبيعية اللي بتعطينا الحياة وبتبدأ تسامنا بكل شيء ناقص فبالتالي شوفوها الخيرات اللي موجودة فيها بإذن الله سبحانه وتعالى كانوا يصفوها لعلاج حصى الكليتين والمسالك البولية يأخذوا الأوراق يغلوها أو يأكلوها فبالتالي يأخذوا ماءها ويستفيدوا من العروق والأوراق الناس بتأخذ الأوراق لا الورق والعروق الفوائد الطبيعية بإمكاننا حتى نطبقها مع زيت الزيتون بإمكاننا مع البصل بإمكاننا مع الثوم بإمكاننا بأي طريقة نستفيد منها أيضا للبشرة لحروق الشمس لأنه ذكرنا بتخلصنا من الدمامل والقروح والجروح وهذه المشاكل الجلدية أيضا ضد ضربات الشمس مفيدة بعون الله سبحانه وتعالى واسوداد البشرة بتعمل على توحيد البشرة وتخلصنا من الكثير من الالتهابات الجلدية والمشاكل اللي بتصيبنا فبالتالي إذن قروح الكليتين تناول الخبازة الطبيعية اللي معروفة بإذن الله سبحانه وتعالى وحتى كانوا يوصفوها لأورام الكلا الفلاحين والناس أهل فلسطيني المشهورين فيها أهل الشام أهل المملكة الأردنية لاجمية إجبالنا وسهولنا وأيضا الكثير من المناطق بالعراق موجودة في السهول ويعرفوها ولابد أن يتناولوها مرة مرتين وتلاثة في الأسبوع ويستفيدوا من خصائصها العظيمة إذن حتى الغسول للنساء التهابات المناطق الحساسة يستخدموها يستخدموا ماءها دش مهبلي يعني تشطيف فبالتالي بيستفيدوا بإذن الله سبحانه وتعالى نافعة الخبازة لمرضى السكري بكفي إنك بتتناول شيء طبيعي وإذن حصل مرارة تناول الخبازة أنصحكم في هذه النبتة الآن موسمها ورخيصة الثمن موجودة ربطات أبداً مثل الملوخية ومثل السبانخ يبيعوها فبالتالي نستفيد منها كانوا يستخدموها حتى ماءها وشربها وأكلها لمشاكل عرق النساء وآلام الظهر كل هذا معقول بالخبازة روحوا اقرأوا عنها شوفوا كلامي هو صح أنا مش منزل لكن الكلام اللي أعطيكم يا تجارب أجدادنا ابن سينا والخبراء واللي اتخصصوا بالطب البديل من آلاف السنين بعرفوا الخبازة وبعرفوا خصائصها وفوائدها نعم كانت غذاء وكانت هي الدواء إذن سبحان الله في خلقه وسبحان الله إذن حتى علاج نتعشها عليها ونشرب منقوحها علاج للأرق والقلق سبحانه يا رب هذه النبتة العظيمة هذه الأوراق العظيمة شوفوها الخصائص الموجودة بين إيدينا وحتى كانوا يدخلوها في صناعة الصابون الخبازة وحتى الشامبوهات ومطهرة للبشرة أسأل الله سبحانه تعالى إني قدمت معلومة اتفيدكم في نبات موجودة الآن نستخدم أوراقه اللي هي أوراق الخبازة وأيضا العروق ناهيكم عن فوائد البذور فبالتالي لا تجهلوا هذه النبتة بكفي أنه بتطرد السموم من البدن وبتكفي أنه بترفع وبتطوي وبتعزز من جهاز المناعة وما بالكم على الحلول الكثير اللي ذكرنا الفوائد والخصائص لهذه النبتة الطبيعية هذا جرنة العشرة اشترك واضغط على منبه الإشعارات ليتم إعلامك بكل فيديو جديد ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة